السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم وصفتنا اليوم سهلي ولزيزي وزريعة التحضير بنفس الوقت مغزية هي العجة السورية عملتها بشكلين الشكل الاول اقراس كبيري عملتها بالمقلاي بدون نظيف بطاطا اما الشكل التاني ضبت للعجينة بطاطا وقليتها قلي بزيت غزير تابعوا معي طريقة التحضير رح ابدأ هلا بالمكونات بنحتاج لباقة كبيرة من البقدونس لازم تكون كمية البقدونس كبيرة بهاي الاكلي حبة بطاطا متوسط الحجم ثلاث بصلات خضر حسين تون بصلي متوسط الحجم ملعق الطعام فلافلي حمرة ملعق الطعام كموم مطحون ملعق صغيري ملح طعام نصف ملعق صغيري فلفل اسود وثمين ملاعق طعام طحين نحتاج كمان لتمن بيضات البيض اساسي بهاي الاكلي ممكن تزوده او تنقصه شوي ممشكلة ممكن اضافة الماء ممكن لا حسب العجينة والبطاطا انا رح ضيفها للقسم اللي رح اقلي قلي اما القسم اللي بالمقلعي ما رح ضفله بطاطا رح نبدأ هلأ بتحضير عجينة العجينة انا هون البقدونس غاسلته مصفيته من المية منيح وفارمته رح ضيف فوقه البصل الاخضر المفروم لازم تكون كل المكونات مفروم يفرم ناعم مشان تنجح عجينة العجي ورح ضيف كمان فوقه البصل المفرومي رح ضيف هلأ التوابل كمون مطحون فلفل اسود ملح الطعام ورح ابدأ هلأ بتحريك لحدد جانس كل المكونات مع بعضه هلأ البيض رح نحطه بوعاء تاني ونخفقه بشكل جيد ورح ضيفه فوق الخليط وبحركه نمنيح رح ضيف هلأ لطحين المنخول سابقان لازم تنخلو اللطحين لأنه هاد الشي بساعد على نجاح عجينة العجي ورح حركن هلأ بشكل جيد هلأ هون عجينة العجي صارت جاهزة أنا هلأ رح ااخد قسم حطه بوعاء تاني هلقسم هاد هو اللي رح اعمله اقراس كبيرة ما رح اضف له بطاطا لأنه البطاطا ما بتستوي على المقلية أما القسم اللي بقي بالزبدية رح ضف له بطاطاي مبشورة بشرتة بشر ناعم هدو رح اقليون إلي رح اخلطن هلأ منيح هلأ صارت عجينة العجي المقلية جاهزة نحط العجي بملعقة الطعام بالاستعانة بملعقة ثانية لحتى يظل شكله حلو وما تنتزع لازم درجة حرارة النار تكون متوسطة لا تكون عالي كثير حتى مع تحترق العجي وتعجم من جوا ما تستوي ولا تكون منخفضة كثير حتى مع تفرط العجي ينتزع شكله معنا نحاول ما نكتر بقلب مقل الزيت لحتى ما ينتزع شكل العجي وتاخد سويانة ومن كافة جوانبه هلأ هون تقريبا انا هي عندي استويت شوفوا كيف شكله دهبه كثير حلو ممكن انتو ازا حابين تكون اغمى ممكن تغمقوه هادا الشي بيرجع لقيلكن حسب الرغبة لازم نحطهم عمص فاي لحتى يصفهم من الزيت منيح هلأ رح نحضر الشكل الثاني من العجي رح نحتاج لملعقتين زيت نباتة رح نحطهم بمقلعي عنهر متوسطة بعد ما سخن الزيت رح ضيف كمية من العجي وانتو بتتحكموا بحجم القرص اللي رح يطلع معاكن حسب حجم الكمية اللي رح تحطوها ونحاول المدة بهالشكل هاد بالمعلقه لحتى تاخد الشكل الدائري وتطلع مستويه من كافة الجوانب وما تطلع سميكي كتير طبعا هالشي حسب الرغبة اذا بتحب السمكوه بتسمكوه بعد مرور تقريبا دقيقتين انا قلبت قرص العجي على الوجه الثاني لقيته تحمر وصار لونه دهبي متل مشعيفين بترجع وتنطره لحتى يحمر الوجه الثاني بس ما تكون درجة حرارة النار كتير مرتفعة لحتى ما يحترق حرق ويعجن هلا هون استوى قرص العجي تقريبا بياخد اربع دقايق عن النار شوفوا كيف بيشهه ولونه كتير حلو وهيك بتكون صارت العجي جاهزة للتقديم بتمنى تكون نارة اعجابكم ممكن تقدموا جنبع شورك العداس او الخضار او اللبن الرائب هذا الشي بيرجع لقلكم حسب الرغبة اذا عجبتكم الفيديو بتمنى تعملوا اشتراك بالقناة وتضغطوا عزر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة